في العراق بدأت القوات العراقية المشتركة بتطهير مطار الموصل من المفخخات والعبوات الناسفة التي زلعها داعش وتسببت بأضرار كبيرة في مدرج المطار وصلاته في وقت استكملت فيه قوات الفرقة الذهبية تحرير قاعدة الغزلاني العسكرية التي كان يتخذها تنظيم معسكرات لتدريب مقاتله وكتائبه الخاصة ويسام يوسف رافق القوات العراقية خلال تحريرها هاتين المنطقتين الاستراتيجيتين وأعد هذا التقرير مع تواصل العمليات العسكرية في الجانب الايمن من الموصل حققت القوات العراقية تقدما استراتيجيا مهما يعد نقطة تحول كبيرة في الوضع الميداني بمواجهة داعش تمثلت بتحرير مطار الموصل وقاعدة الغزلاني التي كان يتخذها التنظيم معسكرا لتدريب مقاتله وكتائبه الخاصة بضمنها كتيبة النساء وأشبال الخلافة أخذنا المطار بالكامل وحاليا نحن بالمطار المدرج مفلش باقي ابنائية المطار مفلشة المخابئ ما للطيران مفلش السراديب اللي كانوا محافظة يحافظ عليها الطيران من نصر قصفة مفلشة المطار كل مفلش أخبار الآن رافقت القطعات العراقية متمثلة بقوات التدخل السريع التي حررت مطار الموصل وقوات الفرق الذهبية التي حررت قاعدة الغزلاني جنوبي الساحل الأيمن للموصل كما أظهرت مشاهد حصرية لأخبار الآن كيف دمر داعش مطار الموصل وتسبب بضرر كبير لمدرجه وصالته قبل أن ينهار مقاتلوه وينسحبون إلى حي الطيران المجاور حيث تصاعدت التحذيرات من إمكانية أن يستخدم التنظيم سكان هذه المنطقة دروعا بشرية التعامل الموجودة للمواطنين مهي لهم العجلات مهي لهم المخيمات وأرزاقهم إضافة إلى هذا الشوف السشرط يتقاسم لهم رغيف الخبز حتى نوصلهم إلى برلمان أنا بأكثر لقاء أقول إحنا همشي رجعنا لهم الكرامة كرامة إذا ترجع لهم هي أتمن كل شيء وكان سلاح الجو العراقي وطائرات التحالف الدولي نفذت غارات جوية رافقها قصف مدفعي مكثف قبل وخلال عمليتي تحرير المضار الموصل وقاعدة الغزلان العسكرية كما استخدمت القوات العراقية طائرات مسيرة لرصد تحركات مسلحي داعش في محيط هاتين المنطقتين الاستراتيجيتين إلى جانب استخدامها دبابات برامز أمريكية الصنع في عمليات الاقتحام ضمن الصفحة الثانية من عمليات جزء الجنوبي للجانب الأيمن من الموصل معاملة العدو ان توجهاتهم يعني كل شيء بسيطة وما اتشنا متوقعين يعني هي شي راح يقامون وان شاء الله انهاره واخذنا المطار ان شاء الله ومتقدمين ان شاء الله زين عناصر داعش اللي انسحبوا عدادهم اذا تقدر تعرف او شنو مصيرهم عدادهم كلش قليلة والحد البارحة بالليل يعني عناصر من عندهم أجنبية يعني جنسيات عربية سلموا وانفسهم منه وتم القاقبض عليهم بدون اسلاح وايشي يعني هما جوسا لما وانفسهم منه يأتي ذلك فيما افادت مصادر عسكرية عراقية بان الجيش العراقي وقوات الشرطة الاتحادية ومكافحة الارهاب تنفذ خططا جرى تغييرها بما يتناسب مع اوضاع مناطق الجانب الأيمن للموصل المأهول بمئات الاف المدنيين كما سعت القوات العراقية إلى توفير ممرات آمنة للنازحين بما يتلاء مع طبيعة اكتظاظ أحياء المدينة المعروفة بالتجاور بيوتها وأروقتها الضيئة